ترجمة نانسي قنقر بين المنامة والرباط عقود من التآزر والمحطات المضيئة التي سطرتها إرادة القادة الأباء والأبناء والشعبين الشقيقين هذه المحطات برهان للأسس المدينة التي بنيت عليها العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ومنذ عام 1999 ومع إشراقة عهدي عاهلي البلدين الشقيقين بدأت مرحلة جديدة بنيت على إرث الماضي إذ تم تدعيم أطر الشراكة الاستراتيجية وتعميق روابط التضامن في مختلف المجالات لأسيما في الشؤون السياسية فكان البلدان حريصان أشد الحرص على مصلحة كل منهما وتجل ذلك في العديد من المواقف والمحافل الإقليمية والدولية فعندما تتفق الرؤى الحكيمة للقائدين تنساب كل الأفعال المتخذة من قبل الحكومات في سياق رؤاهما النيرة وتأكيدا من مملكة البحرين على أهمية المغرب ووحدته وقضاياه المصيرية جاء افتتاح القنصلية العامة لمملكة البحرين بمدينة العيون في الصحراء المغربية في إطار التأكيد على سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية ليبقى المغرب واحدا بجباله وبحره وصحرائه وتضيف مملكة البحرين محطة مضيئة أخرى في هذه العلاقة الأخوية المتينة وإذا كان للعلاقات البحرينية المغربية عنوان فعنوانها التكامل والتآزر بين ملكين وشعبين شقيقين يضع كل منهما الثقة في سند الآخر فالإرث المشترك للعلاقات البحرينية المغربية والأسس التي بنيت عليها تؤكد بأن المصير الواحد والمشتركة كان وسوف يبقى منطلقا لكل الخطوات المتخذة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر